أعلن رئيس هيئة استثمار محافظة البصرة علاء عبد الحسين سلمان عن تقدم مراحل إنجاز مشروع مستشفى كاظم البطاط الاستثماري بسعة خمسين سريراً لتتجاوز ثمانين بالمئة وقال إن المستشفى مكمل لسلسلة المشاريع الصحية الاستثمارية المنفذة في المحافظة البالغ عددها ثمانية عشر مشروعاً ومن جهته بين مدير المشروع صلاح هادي إن المشروع الذي يوفر أكثر من مئة فرصة عمل يتكون من ثمانية طوابق يحتوي على خمسين سريراً ويضم صلاة عمليات متطورة وقسم طوارئ وأشعة وسنار وأقسام الولادة وأطفال الانبيب إضافة إلى جراحة العيون وغرف رقود المرضى مع عيادات خارجية وصيدلية فيما سيعمل في المشروع طب اقتصاد كفاءة عالية فيما بيّن استشاري الأجهزة الطبية أحمد شريف أن المستشفى يسهم في تقديم خدمات نوعية وراقية في مجال الطب الحديث وبأسعار معقولة مع الأخذ بنظر الاعتبار الوضع الذي تمر به البلاد حيث تم تقسيس ردوهات واطئة الكلفة مشروع مستشفى سيد كارون بطاط مشروع استثماري وقيم على أرض 8000 متر مربع في محافظة البصرة إن شاء الله من المؤمن أن يقدم خدمات الطبية إلى أهالي البصرة الكرام إن شاء الله المشروع مخطط إلى أن ينجس خلال سنة 2023 الكلفة الحالية لحد الآن 38 مليار دينار عراقي المشروع يتكون من بناء رئيسية متكونة من 8 طوابق وبيها خدمات صحية تبدأ في العمليات الكبرى صلاة العمليات الكبرى اللي هي أربع صالات عمليات بالإضافة إلى أربع صالات عمليات أخرى مصغرة عندنا منظومات سلامة الموجودة بالمستشفى طبعا منظومة إطفاء تلقائي موجودة عبارة عن مرشات ماء مع منظومة متحسسات الحراء التي تتحسس الحريق وتشغله منظومة تلقائيا باللضافة له منظومة غازات طبية موجودة عندنا منظومات تكييف أكيد منظومات الاتصالات لمنظومة إدارة المستشفى ومنظومة الاستدعاء الممرضين بالإضافة إلى منظومات التليفون والكاميرات اليوم نحن في مستشفى استثماري تقريبا جاوزت نسبة الإنجاز 80% يتكون مثل 8 طوابق الطاقة الاستيعابية من 50 إلى 100 سرير حسب الحالة المرضية بالإضافة إلى صالات عمليات متطورة لكل اقتصاصات منها الجراحة البطنية والقلب والكسور والاقتصاصات الأخرى طبعا هذا المستشفى سيجهز بأحدث الأجهزة من شركات عالمية شركة الجي والسيمينز والفيلبس أعتقد هذا المشروع بالإضافة إلى المشاريع الاستثمارية في القطاع الصحيح في محافظة البصرة ستقدم خدمة حقيقية متميزة ستخفف من عناء السفر والكلفة للمواطن العراقي طبعا المستشفى عام يضمن جميع الخدمات التشخيصية والعلاجية الأقسام متعددة أدنى أقسام نكون متميزين بها ما موجودة بالبصرة والجنوب اللي هي مثلا إنعاش القلب اللي هي مثلا إنعاش بالنسبة للأطفال حديثي الولادة فرح يكون عندنا جميع الأقسام ركزنا على الجانب التشخيصي اللي وجدنا بيئة كونقص خصوصا بالبصرة نتأمل أنه يكون المشروع هو بديل للسفر خارج العراق فرح يقلل على كاهل المواطن من ناحية عناء السفر بالإضافة إلى أنه مصاريف العلاج خارج العراق تكون أكثر راح عنا الاستندرات العالمية من ناحية الأمور الفنية والإنشائية فإن شاء الله تكون المستشفى تلبي طموحات المواطن البصري والعراقي الأجهزة على أعلى مستوى وحديثة كذلك كافة مستلزمات التصوير الإشعاعي من معداته وكذلك المعدات المختبرية وفرناها هنا بالمستشفى كل الكوادر اللي اشتغلت على مراحل البناء التزمت بالتصاميم بحذافيرها وطبقت أعلى مستويات السلامة بالمستشفى حتى نضمن أنه يكون عندنا مشروع ينافس المشاريع اللي لما المريض العراقي يطلع خارج العراق ويشوفها احنا سوينا استبيان وعدة استبيانات حقيقة قبل بناء المستشفى ودرسنا هذا الموضوع وحاولنا نخلي السعر الواصل أو الكلفة اللي راح يدفعها المريض نهاية المطاف بعد ما يتعالج تكون أقل من السفر خارج العراق وبنفس الجودة إذا ما تكون منافسة وأعلى ترجمة نانسي قنقر